سؤال من مهى أيضا عن أسباب الفصام السلام عليكم دكتور أنا مصاب بذهان الحشيش أتعالج منذ عام تقريبا كم مدة العلاج من فضلك؟ والله أخي العزيز الذهان الذي يسببه الحشيش أو الكانابس هو من الصعب أنه أعرف لازم تأخذ علاج يعني ما هي مدة العلاج بي ليش؟ لأنه أحيانا هو أنه الإنسان عنده استعداد لأنه يصير عنده ذهان ويجي الكانابس يسبب الذهان تمام؟ وبالتالي حتى لما يتوقف عن الحشيش أو تعاطي هذه الأدوية الأخرى المخدرة أو غيرها ممكن أنه ما يذهب للذهان تماما ليش؟ لأنه أنت عندك استعداد قد يكون استعداد وراثي أو جسدي أنه يصير عندك ذهان وفصام إجا هذا الحشيش سبب عندك هذه الأعراض راح الحشيش بسبق عندك الاستعداد الوراثي أو الجسدي أنه تستمر معاك هذه الأعراض لفترة أطول فلذلك ما أقدر يعني أقول لك بالضبط لازم تستخدم العلاج وعلى حد علمي ما كفت شي يعني خلي نقول فد دراسات تقول لنا قد لازم تستمر على هذه الأدوية أنت تستمر على الدواء ما دام الدواء ديفيدك وديعالج الأعراض أعراض الظهان إذا تبدأ تقلل الدواء تحت إشراف الطبيب وأنت لم يستخدم الحشيش وزادت عندك أعراض الظهان مرة ثانية بدون الحشيش بدون الكنابس فهذا يعني أنه أنت ما عندك ذهان بسبب الحشيش يمكن يكون عندك في صام والحشيش أو الكنابس هيج الأعراض لكن هاي الأعراض رح تبقى مستمرة حتى باختفاء هذا العامل اللي هو الحشيش فلذلك أنا أنصحك أنه تستمر على العلاج وتوقف طبعا الحشيش وإنت مثل ما قلت أنت تستخدم العلاج تصار لك سنة تقريبا فإذا مدت تستخدم الحشيش وما عندك أعراض الظهان نتكلم مع الطبيب أنه يقلل جرعة الدواء وإذا بدت الزيد عندك أعراض الظهان فهذا يعني أنه أنت رح تحتاج تبقى على هذا الدواء لفترة طويلة